استقبلت سعادة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة اليوم سعادة السيد نيت سان هورويتس وزير الصحة الإسرائيلي والوفد المرافق والذي يزور مملكة البحرين في زيارة رسمية للاطلاع على النظام الصحي وفي بداية اللقاء رحبت سعادة الوزيرة بالوفد المرافق مشيدة بمستوى التعاون المتواصل القائم بين الجانبين مؤكدة على أهمية الدفع بمسارات العلاقات بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل نحو آفاق أرحم بما يعود بالنفع والنماء على البلدين لا سيما بفرص التعاون المشترك في مجالات الصحة والطب وبما يحقق التطلعات المشتركة وأكدت الصالح أن مثل هذه اللقاءات والتطورات التي تشهدها العلاقات بين البحرين وإسرائيل سوف تنعكس على مواصلة مسيرة النهضة والتقدم التي تشهدها المملكة وخلال الاجتماع قدم سعادة الدكتور وليد بن خليفة المانع وكيل وزارة الصحة عرضا حول المنظومة الصحية بمملكة البحرين وما حققه النظام من إنجازات وتقدم خلال مسيرته التي تجاوزت المئة عام هذا وقد أشاد الوفد بمتانة وتطور النظام الصحي في مملكة البحرين وبمستوى كفاءة الطواقم الصحية الوطنية المؤهلة والتي تعمل بجد واجتهاد طبقا للمعايير الدولية المعتمدة مؤكدين على الاستعداد الكامل لتقديم كافة السبل الداعمة لمملكة البحرين وتأتي هذه الزيارة التي يقوم بها الوفد الإسرائيلي في إطار متابعة تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين وذلك وفق ما تم الاتفاق عليه على إثر اجتماعات سابقة للتباحث بشأن الموضوعات الصحية والتي تشمل الاستعداد للطوارئ وتدريب الممرضات والاعتراف المتبادل برخص مزاولة المهن الطبية وابتعاث المرضى للعلاج إلى جانب برنامج زراعة الأعضاء ترجمة نانسي قنقر